انطلقت البطولة الوطنية الاحترافية إنوي القسم الأول يوم الجمعة الثلاثين من شهر غوشته السنة اللاجارية بمباراة الدفاع الحسن الجديدي وشباب السوالم الرياضي وانتهت بالتعادل لتعطي انطلاقه لثلاث تعادلات أخرى أست بعدها ويتعلق الأمر بمباراة الاتحاد الرياضي التوارقي التي جمعته بنظره نادي الفتح الرياضي الرباطي ومباراة النادي المكناسي ضد نهدة أزمامرة بهدف لكل فريق وأخيرا فريق المغرب التطواني الذي تعادل سلبا أمام نظيره أولمبيك أسفي فيما انتهت مباريات أخرى وهي أربع بنتيجة الانتصار حيث خسر شباب المحمدية بخمسة أهداف دون نظير أمام الجيش الملكي وانتصر المغرب الفاسي على الوداد الرياضي البيضاوي بهدف نظيف فيما خسرت الرجاء الرياضي البيضاوي لأول مرة منذ تقريبا ثلاثين دورة مرة العام الماضي خسرت لأول مرة كما أسلفت أمام نهضة بركان بهدف نظيف وأخيرا وعلى الساعة التاسعة من مساء السبس 31 أغوشت 2024 وبملعب أدرار بمدينة أقادير خسر حسنية أقادير أمام نظيره اتحاد طنجة بهدف نظيف وخلال الجولة الأولى تم تسجيل مجموعة من الأهداف يقدر عددها بستة عشر هدفا فيما تم تحقيق أكبر نتيجة في هذه الجولة من طرف فريق الجيش الملكي الذي ساحقه شباب المحمدية بخمسة أهداف دون رد إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله المفكر المغربي يحييكم والسلام عليكم